اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين مساء الفل عليكم النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو توقعات ألها مشالحيك لبعض الدول العربية خاصة لعام 2022 طبعا كله شايفين الأحداث متسرعة والدنيا لغاية دلوقتي محدش عارف إلا ممكن يحصل لأن طبعا ده في علم الغيب فلكن التوقعات بتقول لنا ممكن بعض الملامح اللي ممكن تحصل وطبعا ممكن ما تحصلش هنشوف دلوقتي هو قال ايه مشالحيك للدول العربية العام 2022 هناخد مثلا نهاردة خمس دول دول عن دول الخليج السعودية الكويت العراق وهكذا مرة الجاية هنتكلم عن دول المغرب مرة اللي بعدها هنتكلم عن دول الشام ومرة الرابعة هنتكلم فيها عن الدول الأوروبية والأجنبية طب خلينا دلوقتي مع الدول الخليجية هنبدأ بالمملكة العربية السعودية على حسب الترتيب اللي قال فيه هو الدول في قناة MTV لترأس السنة كان آيل الرقصة الفلكلورية التراثية السعودية العارضة راح تكون قصص ومسلسل أحداث ومفاجآت بيحمل بين فرحان وزير الخارجية بحقيبته الدبلوماسية النجاح لحد الخطر لحد الخطر بتحول أحد الأعياد المرتبطة بالمملكة وبمحمد بن سلمان لحدث استثنائي الفضاعة بالموضوعية والأسلوب اللي راح ينكشف في التفاصيل المروعة لمخطط لعملية الانتقام من الأمير محمد بن سلمان ما يشبه قمة وأقطاب بالحرم المكي تصفية حسابات داخل الحرم هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم راح يخلي الأمير محمد بن سلمان في زباق مع الوقت في اتجاه العرش بيسخن وبيولع أحد الملفات لتخطى حدود الحرب البرزة بين بايدن وبن سلمان كل شيء هيبقى متغير في ذلك النهار في العاصمة الرياض لأن الحدث على مقياس العاصمة وأكبر خبر عبور صحن طائر في سماء السعودية ببلبل المملكة والمنطقة ورمز ديني سعودي بيعب المشهد الإعلام السعودي بيبارز ويحاور وبيواجه كل المحاولات وبيفاجئ الملك سلمان المملكة والعالم وانتظره عبارة السنة سنة محمد بن سلمان في ليلة فيها ضوء أمر بتنتقل العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لضفة شخصية سعودية ما راح تكون في أمان خارج حدود المملكة والعلامة الفرقى في السعودية كمان هتكون الأمير خالد بن سلمان حبس أنفاس بورسة وأسهم والأسواق المالية اللي راح تخرج عن السيطرة لبعض الوقت وممكن ده يكون ليه علاقة طبعا بالحرب الروسية الأوكرانية لأن البورسة حاليا فيه انهارات رهيبة اقتصادية وغيرها في كل أنحاء العالم مش في السعودية فقط محاولات تخريج شخصية لخارج الأراضي بأسلوب يجبع المغامرات السينمائية بسحرها مش بسحر ساحر عارضة أزياء سعودية بتسحر الجمهور مفايل رجعية لقضية الخششجي بتضيع هدفها وبترتد على بعض محرك القضية وبإيد محمد بن سلمان مجموعة أدلة بتغير مجرى قضية الخششجي لغاية هنا ده كان آخر توقع للسعودية من أخوتي وحباب المشتركين معانا في السعودية ياريت يقولولنا لو فيه أي حاجة من التوقعات دي شايفينها تحقق لغاية دلوقتي ياريت تكتبولي تحت في التعليقات الدولة اللي معانا بعد كده من الدول اللي قالها ميشيل حاج بالترتيب عن الدول الخليجية هي دولة الإمارات قال الشيخ طحنون بنيم الإمارات على مفاجآت كبيرة وبيوعيها على مفاجآت أكبر من جديد بتتوجه العيون على برج خليفة لنشاهد مفاجئة المفاجآت كمان بواحدة أو بواحد من تحركاته وزير الخارجية الإماراتي رح يتحدى الخطر بيكتب أو بيتكتب اسم الشيخ محمد بن زايد في سجلات تاريخية زهبية وبينطرح بقوة في كواليس الجوائز التكريمية العالمية إمارة الشارقة على موعد مع حزن شديد وتمكين العلاقات وبناء جسور جديدة بين أبو ظبي وقطر وتغيير مناصب وتبديل مواقع بتركيبة الحكم في أبو ظبي ومعنا كمان الدولة اللي بعد كده حسب الترتيب اللي قاله مشال حيك دولة قطر قال أوامر أميرية لفتح معركة استقصال الفاسدين مهما كان لقبهم وموقعهم حتى لو داخل الأسرة الحكمة تنقلب الأدوار وهنشوف أمير قطر بيقود بأقصى سرعة وأعصاب فلازية واسطة ضخمة بتغير خارطة التحالفات المنطقة أمن قطر كثيف بحرم أحد المساجد القطرية وإطفاء نور وهج نجم الرياضي عالمي على الملاعب القطرية تستمر قطر بالقيادة عكس السير والصدام بالأحرى الصدام خطر وكاسي بانتظارها بجرها لتعديل مصرها حزن بالعائلة الملكة ورمز هندسي زو صلة بالمونديال القطري رح ياخد شهرة عالمية ومعنا كمان دولة العراق الحبيب بقال ميشيل حايك هنشوف تشييع جماهيري في أرض العراق وبحذر بتقوم رغض صدام حسين بخطوات وسعة كمان مرة جريمة زا تصلة بمطار بغداد اختيال ديني بيهز ويحرك الشارع العراقي خضى وأجبر بسجن عراقي جاي دور البرلمان العراقي والصورة الرماضية على أسود القصة محكمة معزلة وقاضي والتنين برسم كل الخطر وده شفنا ساعة القضي اللي تم اختياله اللي كان مسؤول عن قضية كبيرة بالمخدرات في داخل دولة العراق مفعيل النهضة الثقافية والفنية والجمالية راح تتغلب على مفعول الاعتداءات والأحداث المفتعلة في أربيل مفعول رجع مسلح على مفعول الانتخابات العراقية ضقيق عالي وعالمي محور الأثار العراقية أما عن دولة الكويت قال طائرة لها علاقة بالكويت بتثير الجدل وبتخلي الكل يسأل تلك ما قصت تلك الطائرة أمير الكويت بيقاوم بصلابة وسيفوز ولاي العهد الكويتي في أكثر من امتحان وبعكس النتائج تبادر الكويت لأيام بخطوات هادفة لإزالة حواجز الغربة والتباعد بين سوريا وبعض البلدان العربية استبعاد مؤقت لرؤوس كبيرة عن المنتدى السياسي والماء بيحاصر الكويت وبيقوم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بعمل عمل استثناء لظهر حقائق من خلال كشف المسطور فضح مخططات من صنع إحدى الدول هدفهم إثارة الفتنة في الكويت ومن جديد ظهور اسم الخرافي على الساحة الكويتية وقضية قانونية ذات صلة بشخصية كويتية خارج الكويت بتتحاط أمام قرارين خطيرين أما عن البحرين أو المملكة البحرينية الرواية راح تنلاب على جسر الملك فهد بالبحرين قلق من جيران البحرين على ملك البحرين إثر بعض الخطوات عملية خطيرة ذات صلة بسجن بحريني بتتشظى فيها رجال أمن ومساجين بسرعة قياسية في بعض الخلايا الإرهابية للأسف بتوصل لأهدفها بثمان هنشوف بيزدحم بحر البحرين بقطع عسكرية بترافق حلم للتأهب عفو ملكي عن بعض الموقفين وجوه نسائية بحرينية في الصف الأول تعديات على وجوه ذات صلة بالدبلوماسية البحرينية وخرق لوسيلة إعلامية كمان هنشوف كده قال تاني عن أي دول من الدول الخارجية كمان معنا اليمن قال بيتلقى الحوثي رسالة وكل الرسائل إن الآتي أعظم ظهور مفاجأة للحوثي خارج مربعه الأمني المعروف ومن مرحلة مكانك يمشي لسعة الصفر الحسمة بموقع استراتيجي محدد من لي لو ضحاها هدايا يمنية بيدج بها العالم وبتفتح الأبواب لمرحلة جديدة إذا مش بصنعاء بمطارها حدث الأحداث وبيقلب كل المقاييس والمواجهة وردات الفعل خارك في انتظار التحالف العربي لأجل اليمن كده نكون انتهينا من كل التوقعات اللي قالها ميشيل حايك للدول الخليجية النهاردة الفيديو ان شاء الله في نفس المعد تقريبا هيكون برضو من غير نوتفكيشن عن دول أخرى ممكن نتكلم عن دول أفريقيا أو الدول العربين موجودة في أفريقيا من مصر والسودان ودول المغرب تونس الجزائر ليبيا المغرب استنونا ان شاء الله في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو عجبكم ولو جداد معنا تشرفونا طبعا بالاشتراك ودفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد فكرة الفيديو للناس اللي بتقول انتوا ليه بتقرروا أو ليه بتجيبوا التوقعات مرة تانية توقعات دي عد عليها حوالي 3 شهور حبينا نحن نفكر الناس بالتوقعات وفي نفس الوقت جابين الفيديو من غير نوتفكيشن أو إشعار بحيث لو حابب تتفرج عليه وتشوفه وتفتكر التوقعات اللي قالها لتلك الدول أو حتى تفتكر توقعات بلدك مفعش أي مشكلة دي غير الفيديوهات الأساسية اللي بتنزل على القناة شكرا لحضرتكم أشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار